اشتركوا في القناة بسبب تعون قدمت لمجلس الدولة دي بالفعل قد بث فيها وأوقف الانتخابات في أربع دوائر انتخابية بسبب بعض الأخطاء في عملية وفي الإجراءات الخاصة بعملية إتمام العملية الانتخابية في هذه الدوائر بيتنافس طبعا على الربعمية وطمنتاشر مرشح على ميتين وتسعة مقعد في أربعتاشر محافظة في تسعة وتسعين لجنة انتخابية واحنا بنتابع كمان وحضراتكم اللجان كانت خلال هذا اليوم وليس الآن لأن احنا اطلقنا بالفعل الانتخابات اغلقنا سندق الاقتراع منذ دقائق معدودة كمان النهاردة هو اليوم التاني لاغلاق سندق الاقتراع في 139 بعثة مصرية حول العالم يمكن برضو خلال ساعات قليلة جدا هتغلق كافة البعثات الدولموسية أبوها أمام الناخبين وانهاردة اليوم التاني للبعثة الدولموسية خارج مصر فبالتالي أغلقت بالفعل الانتخابات وفي انتظرين للنتاج التي تتوالى من أنحاء العالم المختلفة كمان القوائم قد حسم أمرها في دائرة شمال وسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتة لصالح قائمة في حب مصر المقدر عدد الأعضاء فيها ب60 مقعد وكذلك حسم أمر أربع مقاعد بالنسبة للفرد فقط في أربع دوائر مختلفة منها دائرتين في محافظة أسيوت ودائرة في الواد الجديد ودائرة أخيرة في محافظة الجيزة وهي دائرة الدقي والعجوزة دعونا قبل أن نستسرد في أمور عدة نرحب بضيفنا الكريم الواد دكتور طاري خدر محافظة دمية الأسبق واستاذ القنود السوري وكريمية الشرطة شرفنا يا دكتور أنا بسهلا بحضرتك شرفنا يا فندم أنا بسهلا بك أعتقد أننا بنشهد طبعا حالة من الرواج للانتخابة زي ما بيقولوا وفيه اختلاف ما بين المرحلة الأولى بالنسبة للي كانت تسبق مرحلة الإعادة كان فيها نسبة وكان فيها تشكيك من قبل المشككين إنه هو لا ما فيش حد راح لا الانتخابات من نسمة قطعاها وفجئنا بالنسبة الحمد لله النسبة ليست بالقليل 26.5% يمكن زي ما قلنا في السابق أعتدت ديمقراطياتنا توصلش أكثر من 40% وإحنا لسه في المرحلة الأولى ما وصلناش إلى مرحلة تانية اللي بتقيم المرحلة ككل نعم هذا كلام سليم بنسبة 100% نسبة الإقبال على المرحلة الأولى كانت 26.56% حضر وقام بالتصويت 7 مليون ناخب و490 ألف أنا شايف إن المرحلة الأولى يمكن إحنا كنا بنتمنى أن تكون نسبة الإقبال أكثر من ذلك عارف دائما أبدا يا أستاذ عمري بنقول إن بعد الصورات بيكون هناك فيه إقبال على التصويت ولكن هذه النسبة إلى حد ما تعد مقبولة نسبيا ولكن البعض استغل هذا الأمر وقال أن اللي جان خوية ولكن لم يضح في احتباره أن اللي جان التصويت زادت عددها ثلاث مرات فظهرت أنها خوية إلى حد ما لكن ممكن سيادتك تجد لجنة كانت موجودة كلجنة دي تقسمت إلى ثلاث لجان فرعية إلى ثلاث مدارس فتجد الإقبال اللي كان موجود على لجنة فرعية هو تقسم على ثلاث لجان فرعية فتجد أن الأعداد غير كاملة لكن على أي حال كنا نتمنى أن يكون أو تكون النسبة أكثر من ذلك بكثير ولكن يلزم القول أن المزاج السياسي هو الذي تحكم في نسبة الأقبال أتمنى أن المرحلة الثانية اللي هي حتكون 21 و22 نوفمبر أتمنى أن تكون نسبة التصويت ونسبة المشاركة أكثر من ذلك بكثير لأن دائما أبدا نقول أن نتيجة التصويت المرحلة الأولى بتتجمع الحضر كام والمرحلة الثانية كام والمسجد المتوسط وقعدة بيانات الناخبين فيها 55 مليون ناخب ونطلع النسبة العامة أتمنى أن النسبة العامة حتى لو وصلت يعني 40% كنسبة عامة هذا يعد طيبا جدا جدا طيب برضو الأسئلة دكتور طارق أسئلة كثيرة جدا لازم نستغل وجود حضرتك طبعا ونشوف أبرز الحاجات اللي ممكن نقف عندها وطبعا هي الشق الخاص بتغيير الصفة الحزبية بعد النجاح يحضر بحسب قانون الانتخابات تحويل الصفة الحزبية من حزب الآخر زي ما كنتم نشوف في السابق طبعا أن واحد ينجح على قائمة فردية يرح متحول لحزب فلاني أو حزب الوطني يعني في أيام مبارك هو بالتالي يعمل أغلبية داخل البرلمان فده الحمد لله أتحضر بحكم القانون والخاص بإنشاء البرلمان القادم ده شيء طيب جدا ده شيء طيب بس هنعكس في صورة تاني بقى الصورة اللي هي تكوين مش تحالف تكوين أغلبية مطلقة في البرلمان وده هيستحيل بكل الطرق وبكل الخبراء وكذا حدث منهم أن هيستحيل تكوين برلمان أو أغلبية مطلقة داخل برلمان تتيح لي تشكيل حكومة تمرير قوانين خاصة به إزاي ما احنا بشوف كل الدول العالم إزاي هيكون المشهد في ظل هذا الاختلاف والتباين والتنوع ما بين الأفكار والأحزاب بعددها الكبير اللي تخط بالانتخابات في الحقيقة النص الذي تم وضعه بأن لا يجوز لشخص أن يقوم بتغيير الصفة الحزبية التي دخل الانتخابات بها بعد نجاحه يتم اسقط عضويته وهذا شيء طيب جدا جدا ليه يا أستاذ عمر أنت مثلا في حزب الوفد وكنت باختيارك أنا اخترتك ممكن علشان أيدولوجية حزب الوفد صحيح أو في حزب المصريين الأحرار أنا اخترتك عشان أنت تنتمي الحزب المصريين الأحرار وأيدولوجية حزب المصريين الأحرار كذا أنا اخترتك وانت بتقول أنا مرشع حزب التجمع أنا اخترتك عشان أيدولوجية حزب التجمع كذا إذن لو قام بتغيير هذه الصفة الحزبية أو تحول من مستقل إلى حزبي يعني من حزب الحزب أو من مستقل الحزب ده في هذه الحالة بيتم إسقاط عضويته طيب نيجي للإشكالية اللي ستك بتقول عليها أن ما فيش هيبقى أغلبية حسنا فعل الدستور في المادة 156 من الدستور نصت على إيه؟ أن تشكيل الوزارة ويمكن البعض فهم نص هذه المادة بطريقة مخاطئة وضحه ممكن يا دكتور طرل وتذكر حضرك وضحه الرئيس يوم 5 أكتوبر في قولية الحربية يعني قد زي ما بقوله برقة أنفاس حتى الحكومة الجديدة لا ما تخافوش أن تتعرضوا البرنامج والبرلمان هيوافق أو يرفض أو يعدل فبالتالي أنتوا باقين معنا ما فيش زي ما الناس كانت متخيلة الفكر المغموطية هي كانت يعني كانت بتقرأ النص غلط يعني كانت حتى فقرة أو أربعة تسطر السطر الرابع والثالث ما كان السطر الأول والثاني تمام إزاي؟ حضرتك أستاذ عمر بعد تكوين مجلس النواب بيحصل إيه؟ أن رئيس الجمهورية بيختار رئيس وزارة تمام حكومة على مجلس النواب خلال كم يوم؟ خلال ثلاثين يوما وافق مجلس النواب كان به خلاص لم يوافق في هذه الحالة رئيس الجمهورية دي الخطة التانية بقى بيجتمع بعد التشاور مع رئيس الحزب أول لإتلاف الحاصل على العليا ستين شكوى موظمة عن طلب تغيير لجنة الانتخاب لبعضها عن محل الإقامة ومخالفات للدعاية وتم حجز إحدى المتهمات كانت تقوم بعمل دعاية لشققها داخل مجمع انتخابي بالبدرشين توقفت اللجنة في مطروح لحدوث حالة إعياء للسيد رئيس اللجنة وتم تدعمها بزميل آخر وانتظم العمل فيها وحدث ذات الموقف مع زميل في الأسكندرية وأكمل آخر العمل بدلا منهم كان أثر البعض ملاحظة عن تغيير شكل دفتر بطاقات إبداء الرأي عن شكله في الجولة الأولى من هذه المرحلة وده بيتم كنوع من التأمين علشان ما يبقاش شكل بطاقة إبداء الرأي ويجوز تقليده فده نوع من التأمين ان احنا بنغير الشكل بحيث انه ما يكونش متوقع شكل بطاقة الرأي إبداء الرأي هتبقى إيه في الإعادة بالإضافة لأن كلما نكتر من الضوابط فده بتاخد بعض الوقت وهذا تعرفين حضراتكم الأصلية وجولة الإعادة بتبقى بسيطة فإحنا ده برضو بيؤدي إلى توفير بعض الوقت لكن أهم شيء أن البيانات القانونية المطلوبة متوفرة في الأوراق لها زي اسم المرشحين، صفاتهم، رموزهم، عدد المقاعد، اسم الدائرة، رقمها ده كله بيبقى متوفر في شكل البطاقة كذلك للأسف توفى ضبط شرطة اليوم في حدث سير أثناء ذهابه لتأمين لجنة انتخابية في سهاج واللجنة العليا بتتقدم بالعزاء لهيئة الشرطة والذوين وأيضاً خرجت طلقة من سلاح أمين شرطة أثناء تنظيمه التمور في أحدى اللجان بمدينة الجنايم فأصابت موظف باللجنة إصابة طفيفة جداً وأكمل عمله ونحن نحييه على إصراره على أداء واجبه الوطن بالنسبة للمصريين في الخارج خاربنا على عشرين ألف تصويت ومازال العمل يجري في ستة واربعين سفارة في الخارج لم تحن عندهم الساعة التاسعة بتوقيته بالنسبة كان حد طلب مني النسب في لقاء الصباح النسب الرجال في الإعادة خمسة وخمسين في المية ونسب السيدات خمسة واربعين في المية الأعمار من طمانتاشر لخمسة واربعين واحد واربعين في المية من ستة واربعين لشتين اتنين وتلاتين في المية من فوق الستين سبع وعشرين في المية وده نسب من عينة مش نسب مقدرش يعني نقول النهاية ممكن آه دي نسب من عينة مش أكتر من كده عشان تبقى في الإطار بتاعها والحجم بتاعها وجهزين لثلاث أسئلة فضل السورة وده نسبة بالفعل تام استقعاد أحد المرشحين في صباح اليوم بخصوص تم شط بأحد المرشحين بالفعل من عملية الانتخابات بسبب تقديمه الرشوة انتخابية في منشية القناطر وهل ده الكلام ده صحيح ولا لا وهل برضو تم وفاة أحد المرشحين في المرحلة الثانية من الانتخابات بالنسبة للوفاة فعلا فيه حادث وفاة حصل في سينا وبالنسبة للشق الأول من سؤالك إن احنا لم يصل علمنا بوجود شط بالمرشح بعد في اللجنة 97 بمدرسة ششة الأنعان في إتيال برود بالبحيرة وقامت الشرطة بالتعامل معهم وتفرقتهم يعني هل هذه الأنباء صحيح؟ ما عندناش أي خبر عن مثل هذا التجمع بسرعة الشكل الإقبال من قبل الناخبين ربما يثير جزء كثير في الأوسط المهتمة بالعملية الانتخابية عزيزة أيران في فندم يعني مع التباين في الأوقات واختلاف اللي جاء من لجنة لو أفرح حسب مسقط رأس الناخب بتكون فيه المرشع آسف بتكون فيه عامات إقبال كبيرة جدا بشكل عام شكل الإقبال من الناخبين على العملية الانتخابية في جولة الإعادة كيف يكون؟ علشان نقول شكل الإقبال في جولة الإعادة يبقى لازم الأول جولة الإعادة تنتهي لسه جولة الإعادة فيها يوم فإحنا نخلينا ننتظر لغاية بكرة وإن شاء الله نبدأ نعرف يعني مش نسبة بالإقبال والبتاع لكن نقول المؤشرات بتقول إيه إن شاء الله سيادة المستشار بخصوص في تم رصد عدد من المخالفات والتجاوزات بالجولة الأولى وفي الجولة الثانية كما ذكرت حضرتك وكما أتأكد بخصوص العقوبات المفروض يتم اللي هي المفروض تطبيقها على مثل هذه الحلقة أحنا لحد دوقتي ما سمعناش إن فيه مثلا مخالفات تم معاقبة مثلا مضشح معين أو تم معاقبة مثلا كذا فهل العقوبات تفعيل للقانون موجود ولا أي عايزي بس إن وضح المعلومة وعن أنت بعرف إن كثير من هذه المخالفات بيشكل جريمة جنائية فاللجنة عندما تتثبت من وقوع المخالفة وشخص مرتكبها بتحولوا إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وعندنا كم كبير من البلاجات التي تم تحولها إلى النيابة العامة سواء عن طريق اللجنة أو عن غير طريق اللجنة شكرا لحضراتك إذن تابعنا مشاهد الكرام مع حضراتكو هذا المؤتمر الصحفي لسيد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العالي للانتخابات وجاء في سياق حديث وعدد من الأشياء المهمة وهي احتجاز إحدى السيدات بسبب خرق الصمت الانتخابي وتوجيه الناخدين داخل إحدى لجان الانتخابية في منطقة البدرشين والدعاية طبعا لصالح شقيقها وتوقف بعض اللجان في محافظة مطروح والإسكندرية بسبب إعياء بعض الصد القضاء وتبدلهم بآخرين وسارة اللجان على ميرام ليس هناك أي معوقات وحديث البعض عن تغيير شكل البطاقة الانتخابي والتشكيك في مدى صلاحية هذه البطاقة الانتخابات أجاب عن هذا السؤال سيد المستشار عمر مروان بأن اللجنة العليا هي التي ارتأت تغيير شكل البطاقة لكي تصحي العملية الانتخابية ولا يكون هناك أي مخرج أو أي طريقة لتزوير أو أي شيء من هذا القبيل كمان تحدث عن وفاة أحد ضباط الشرطة في محافظة سوهاج خالص تعزينة في الشهيد الراحل الذي كان بيؤمن هذه العملية الانتخابية كذلك تحدث عن خروج تلقى بالخطأ في منطقة الغنائمة تابع لمحافظة السيود وتم السيطرة على الموقف كذلك صرح سيد المر مروان بأن اللجانة الانتخابية في الخارج لم تغلق أوابها بعد لأن الساعة التاسعة لم تحن بعد فادي الدول على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية الساعة لم تأتي تاسعة حتى الآن فبالتالي التصويت مازال مستمر في الخارج ولم يغلق الباب في جميع الدول العالم وأخيرا نسبة التصويت من الرجال 55% وبالنسبة للسيدات 45% وكذلك هناك وفاة لأحد المرشحين في أحد الدوائر في سيناء وهي في أبع الموم هي من المرحلة الثانية ورئيسة المرحلة الأولى طيب خلينا نذكر بسؤال الحلقة الخاص بهذا اليوم طبعا بيتحدث هذا السؤال عن كيفية صلاحيات البرلمان القادم كيف ترى صلاحيات البرلمان القادم صلاحيات مطلقة صلاحيات متوسطة صلاحيات ضعيفة مرة أخرى السؤال كيف ترى صلاحيات البرلمان القادم صلاحيات مطلقة صلاحيات متوسطة صلاحيات ضعيفة ننتظر من حضراتكم التواصل عبر المواقع التي تظهر الآن على الشاشة على الفيسبوك وعلى تويتر همزة وصل إي جي دوت إي جي فبالطبع نتواصل معكم على مدار الساعة وبالطبع نرى أيضا الجديد حول هذا الشأن ونسأزينك ستة اللي هو نشوف زميننا بس عمر عبد العزيز كان متواجد في مقر اللجنة العالية انتخبات حيث المؤتمر الذي كان منذ قليل عمر تحياتي لك أبرز ما جاء في هذا المؤتمر وقد ذكرنا منذ قليل وتبعا أيضا السؤال الخاص بك حول أحد اللجان في منطقة وفي محافظة البحيرة وهو نفى بالطبع أي مشكلات تحدث في هذه المحافظة فضل يا عمر نعم يعني تحياتي لك عمر ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام بالطبع يعني عقد المؤتمر منذ قليل للمسؤول عمر مراوان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات والذي ذكر فيه أن الأمور كانت مختلفة في هذه المرة ستين شكوى تم تقدم بها في العملية الانتخابية ربما معظمها حول الدعاية الانتخابية أو خرق حاجز الصمت الانتخابي الذي حدث في هذا اليوم في كثير من المحافظات تعداد الشكوى كما ذكرت ستين شكوى تم حجز إحدى المتهمات التي كانت تدعو لشقيقها في محيط اللجان وتم تعامل معها أو نعم بالفعل وهي تحت إجراء التحقيقات الآن أمام النيابة العامة حدث المنشار عمر مروان عن أنه تم تغيير شكل بطاقة الاقتراع وهذا يعني هو إجراء احترازي تقوم بلجنة العليا للانتخابات في محاولة منها لمنع أي محاولة من محاولات التزوير مع الاحتفاظ بالعلامات الرسمية رقم المرشح واسمه هو العلامة أو الرمز الذي يخصه في ورقة الانتخاب تحدث مع المنشار عمر مروان كما سمعت عمر عن أن هناك أحداث شغبة حدثت في منطقة إيتيال برود بالبحيرة وهذا بحسب بعض المصادر الإعلامية لكنه نفى ذلك أو تحدث عن أنه ليس له علم بهذا الشأن وكان هذا المصدر الإعلامي يقول أن كانت هناك مشجرة حادثت ما بين أحد أفراد الشرطة وأحد المواطنين لذا تم على إتره هذا التجمهر لكن كما سمعت مشار عمر مروان يعني أبدأ أنه ليس لديه علم أو ليس لدى اللجنة العليا لانتخابات علم بهذا تحدث أيضا عن أن وفاة ضابط شرطة أثناء توجهه بمحافظة سهاج لتأمين إحدى اللجان وبالطبع الحادث الأبرز هو صابت أحد الموظفين في إحدى اللجان والذي تعرض لطلق ناري خرج من سلاح خاص بإحدى أمناه الشرطة أثناء النعم وكان بشكل خاطئ خرجت الرصاصة ارتدت في الحق ثم جاءت في الموظف وهو قام بإكمال عمله فهو نتجت عن هذه الطلقة إصابات سطحية وإصابات خفيفة هذا بحسب تصريحات المسارة عمر وأيضا بحسب بعض المصادر الإعلامية الأخرى تحدث عن نسب المشاركة وعن نسب الرجال كانت 55% ونسب السيدات 45% ومن عمر 18 حتى 45% ومن 46% إلى 60% 32% ومن 60% إلى ما هو أعلى بنسبة 27% هذا أبرز ما جاء في المتعار الصحفة التي عقدته اللجنة العلية للانتخابات منذ قليل بشكرك يا عمر وأنتابع معك أكيد لو في جديد بشكرك زميلي عمر عبد العزيز المتوجد في مقر اللجنة العلية للانتخابات بشكرك شكرا جزيلا عمر على المتابعة على مدر اليوم شكرا جزيلا لك سيدة لوكر نتكلم عن الأجواء الانتخابية وزي ما أنا تغيير الصفة الحزبية وده معظمهم جدا بيشغلنا يعني جميعا لأن إزاي هكون فيه أغلبية مطلقة في البرلمان إزاي يكون فيه تشكيلات إزاي يكون فيه تربطات زي ما بيقولوا وإن كنا يعني نتوقع أن يكون فيه زي ما نقوله اندماج يعني إزاي ممكن حزب يندمج مع حزب آخر عشان يعمله أغلبية في البرلمان ده ربما يكون هو الأبرز لكن نقل الصفة الحزبية زي ما حتى قلت هتسقط عنه الشرعية يتم إسقطة العضوية وده شيء طيب جدا لأنه ودربت لساتك أمثلة أنت بتختاره طبقا لبرلمج الحزب الذي ينتمي لي حتى لو يا سيد عمر نجح على أساس أنه مستقل افرض حضرتك أنت بيش مكتنع بولا حزب واخترت ده عشان ده لا ينتمي إلى أي حزب يعني مستقل وفجأت أنه بعد ما دخل مجلس النواب انضم للحزب آلف أو الحزب بيه أو جيم يتم إسقطة العضوية يبقى برضو يبقى لو غير صفاته الحزبية أو غير من مستقل إلى حزبي يتم إسقطة العضوية وده شيء طيب جدا 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 ويمكن أنا كنت بنادي بهذا الأمر وكتبته في بعض المؤلفات قلت لأن الأيدولوجية أو البرنامج اللي أنت بتختاره يبقى ده خيانة لصوت النائب اللي انتخبك على أساسه الناخب اللي انتخبك على أساسه يبقى أنت خنت كده ولم تراعي الصوت لأنه هو اختارك على أساس أنك حزبي تنتمي الحزب كذا أو كونيك مستقلا نيجي بقى زي ما قلت ساتك قبل التقرير بتاع المستشار عمر مروان كنا بنتكلم على سؤال ساتك الأغلبية للإئتلافات أو الأحزاب مش هيكون فيه أغلبية للإئتلافات أو أحزاب استحالة لكن تشكيل الوزارة وده للناس زي ما قلت ساتك يعني فهموه بطريقة خاطئة زي ما قلت ساتك رئيس الجمهورية بيكلف رئيس وزراء بتشكيل الحكومة ويكلفه بعرض بيان حكومة على مجلس النواب خلال 30 يوم وافق مجلس النواب كان به لم يوافق هنا بقى بيتدخل الحزب أو الإئتلاف الحاصل على أكسرية مقاعد مجلس النواب وهنا حسنا فعل الدستور ما قالش أغلبية مقاعد أكسرية طبعا لأن مقاعد مجلس النواب يعني أكتر مثلا من نص المقاعد يبقى ده واخد أغلبية مقاعد مجلس النواب لكن أكسرية افرض حضرتك إئتلاف أو حزب واخد 100 والتاني واخد 90 والتالت واخد 80 والمستقلين واخدين كذا يبقى حتجد الأكسرية ممكن تلاقيه 100 120 130 على أقصى تقدير أنا أتوقع أن تبقى للخطوة التانية بيتشاور رئيس الجمهورية تبقى للمادة 156 مع الرئيس الحزب أو الإئتلاف الحاصل على أكسرية مقاعد مجلس النواب حول اسم رئيس الوزراء وبالتالي يكلفه بتشكيل الحكومة يعرض بيان الحكومة على مجلس النواب خلال 30 يوم يجي بقى هنا مجلس النواب يرفض بيان الحكومة للمرة الثانية يعد مجلس النواب منحلا إذن هذه حالة من حالات مجلس النواب تبقى للمادة 156 من الدستور البعض في الصراعي أستاذ عمر خطأ إزاي؟ حطوا الخطوة الثانية اللي هي الحزب والإئتلاف الحاصل على الأكسرية كأنها خطوة أولى إن لازم رئيس الجمهورية حيتشاور مع الحزب أو الإئتلاف الحاصل على الأكسرية لأ ده خطوة تانية لو هو كلف رئيس وزارة رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة عرض البيان ومجلس النواب ما وفقشي هنا بيلجأ رئيس الجمهورية للتشاور مع رئيس الحزب أو الإئتلاف الحاصل على الأكسرية طيب عائق البعض عوائق بخل الدستور أتفضل يعني في عوائق في الدستور بالنسبة لمورسة السلطات البعض بيقرأ أن هي مزايا نوعية بتحقق توازن ما بين السلطات الثلاثة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة الشرعية لأن فيه خلط ما بين الثلاثة أو الدستور ما كانش حاسم بالقدر الكافي تكمل الكلام حضرتك بعمدة 161 في الدستور شافها البعض أن هي عائق في البنية الخاصة بسحب الثقة بالضبط سحب الثقة أن نقرأ المادة عاليزة اتفضل فن أجاز طبعا مادة 161 أجازت لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من الرئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من غلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وما فقد تلتين أعضاءه ما يعني طبعا ممكن يحصل تحالف وبالتالي ربما يكون فيه سحب الثقة بقية حال من الأحوال طبعا دي فيه استحالة نسبية أهو أصلي نهاية المادة هي الحل بتاعت المادة انت كل الخطوات دي بتردع للشعب في استفتاء شعبي فالأمر الأخير بيكون في يد الشعب يعني بعدما مجلس النواب يقترح سعب الثقة وبمجرد الموافقة على اقتراح سعب الثقة أمر سحب الثقة بيطرح على بيطرح على في هذه الحالة بدعوة من رئيس مجلس الوزراء بيقول انتخابات رئاسية مبكرة تمام فالأغلبية لو وفقت على قرار سحب الثقة يبقى بعد الموافقة أو اقتراح سعب الثقة مجلس النواب يبقى بعد الاقتراح سعب الثقة لو الأغلبية وفقت على سحب الثقة نفسها في هذه الحالة يقفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خاليا وتجرى انتخابات رئاسية خلال ستين يوم من تاريخ أعليم نتيجة الاستفتاء افرد يا أستاذ عمر جات نتيجة الاستفتاء بالرفض في هذه الحالة يدعو عد مجلس النواب منحلا يبقى مجلس النواب هنا يعد منحلا لان نتيجة الاستفتاء قالت لا بنرفض سحب الثقة من رئيس الجمهورية وبالتالي يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال تلاتين يوم من تاريخ الحال يبقى الاشكالية ان البعض فصرها ايضا يا أستاذ عمر تفسيرا خاطئا لم يقرأ الثلاث فقرات الموجودة في المادة 161 يبقى هنا برضو حال البرلمان مطروح مطروح طبعا لو الشعب قال انا برفض سحب الثقة يبقى ايد مين بالزبط كده ايد الرئيس وبالتالي احنا بنقول لهم عايزين اقتراح سحب الثقة طب كملوا نص المادة 161 للاخر طب ليه التخوف يا دكتور موجودة لما فيه ضمانات حقيقية موجودة شوف يا أستاذ عمر طلعت موضة من حوالي شهر شهر ونص موضة كده عندما قال الرئيس السيسي ان الدول لا تبنى بحسن نوايا والستير لا تضع بحسن نوايا البعض فصر وانا هكلم سيادة جمونتال ودوق فصر وانا يعني شرفت ان انا في احدى القنوات قلت هذا الكلام البعض فصر هذا الكلام يا أستاذ عمر ان الرئيس الجمهورية عايز يعمل تعديل الدستور في بعض المواد دلوقتي يعني قبل انتخاب مجلس النواة والبعض الحقيقة تملقة للسيد رئيس الجمهورية وظن ان الرئيس الجمهورية سيكون في غاية السرور عندما يسمع ويرى مثل هذا التملق من بعض الأشخاص وهؤلاء الأشخاص محسوبين على كل العصور على كل ناس على كل رئيس الجمهورية محسوبين عليه مع هذا مع هذا مع ذاك وكذا وتملقوا وحاولوا ان يتقربوا منهم في ظنهم ان ذلك يقربهم لما يقول لازم نعدل الدستور ولازم نأجل انتخابات مجلس النواة هذا كلام هو والهراء سواء وبالتالي هذا كلام لا يصح لان تعديل الدستور يا أستاذ عمر أولا الرئيس الجمهورية لم يقصد تعديل الدستور ثم تعديل الدستور لا يجوز الا في وجود مجلس النواة تبقى للمادة 226 ده تمام دمانات الدستور نفسها آليات تعديل الدستور أصلا تعديل الدستور ده مش قانون ده انت قانون عشان تعدله فيه إجراءات تعديل الدستور دستور يعني قانون أعلى أو قانون أسمى ليه آليات أو قانون جامد ده الصبت كده يبقى ليه آليات تختلف عن تعديل أي قوانين مش قانون مارد أو مش دستور مارد وبالتالي آليات تعديل الدستور إزاي؟ إن اقتراح التعديل من رئيس الجمهورية أو من خمس مجلس النواب بيعرض اقتراح التعديل على مجلس النواب مجلس النواب لازم يوافق على اقتراح التعديل ثم بعد ذلك النظر في التعديل ووضع مشروع للتعديل المواد ثم استفتاء شعبي وستفتاء شعبي بالزبط يعني فيه ثلاث ضمانات ثلاث ضمانات وبالتالي اقتراح التعديل من رئيس الجمهورية أو خمس مجلس النواب وتحديد المواد المطلوب بالتعديل والأسباب الدعية للتعديل ثم منقشة مبدأ التعديل ثم منقشة المواد بعد تعديل أغلبية التلتين ثم استفتاء شعبي إذن من يريد أن يعدل الدستور هذا كلام يعني اسمح ليقول كلام فارغ كلام محاولة للتملك من السيد الرئيس الجمهورية وهو وجه انتقاضات لهؤلاء نظبوط المادة المهمة جدا فضل فهم لازم مش هادر فوقت جدا مادة 156 جويش أهم مادة عندنا أو أهم نقطة يمكن نطلع بيها من حوار نهاردة هي المادة دي على وجه التحديد فضل عندنا حوالي 350 قنون أصدرهم الرئيس وأصدرهم كمان الرئيس عدل منصور أثناء فترة حكمه وبتنص المادة دي على وجه التحديد ينبغي على مجلس النواب الجديد مراجعة القوانين التي أصدرت قبل انعقاد وانتخاب مجلس النواب في غضون 15 يوم من انعقاد دورات الأولى وإلى لغية بأثر رجعي إلا إذا رأى البرلمان غير ذلك 350 قانون هل يستطيع التدقيق والمراجعة الدقيقة وسماع كل شيء لـ 350 قانون صدر وثلاث تبع يوم أثار قانونية وخلال 15 يوم وإلى لغية بأثر رجعي أعتقد أشك في ذلك حطمنك وحطمن السادة المشاهدين ولا حل بسيط جدا 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 ايه هو أولا هم عشان سادتك تكون عارف دي قرارات بقوانين أصدرها السادة الرئيس الجمهورية وأصدرها رئيس الجمهورية المؤقت سادة المستشار المحترم عدل منصور ورئيس الجمهورية سادة الرئيس عفتاح السيزي تخطوا الـ 440 قرار بقانون تمام اتنين طبقا لأزيل مادة أن أزيل قرارات بقوانين تعرض إذا كانت في غيبة مجلس النواب ما كان شيء غير موجود مجلس النواب غير قائم تعرض وتناقش ويوافق عليها خلال 15 يوم تمام وإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق زال ما كان لها بأثر رجعي إلا إذا وجد مجلس النواب وضع بعض الأثار ترتيب بعض الأثار منذ تاريخ صدرة في الفترة السابقة شوف أنا رأيي لا 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 أنا حديك الحل وبرضو قلته لكن ووجد يعني الحمد لله قبولا إيه هو كل القرارات بقوانين دي يا أستاذ عمر مش ممكن حتناقشها في الخمستاشر يوم البعض حاول يلتف حول هذه المادة ويقول الخمستاشر يوم دمعات غير ملزم بقوله لا دمعات ملزم لأنه رتب مخالفة إن لو لم تعرض قلغيت وزالة ملا من أثر إلا إذا إذا رأى البرلمان غير ذلك لا بص إلا إذا رأى البرلمان ترتيب بعض الأثار عليها في الفترة السابقة هنا بقى الحل بسيط جدا 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 وانا أتوقع إن ده اللي حكم إيه الحل بقى كل القرارات بقوانين يا أستاذ عمر هتقرأ في جلسة واحدة وتعرض القرار بقانون رقم كذا بشأن التظاهر السلمي والاجتماعات العام القرار بقانون رقم كذا بشأن مواجهة الإرهاب القرار بقانون رقم كذا بشأن إعفاء رؤساء الأجهزة الرقمية من خلال مناقش يا دكتور حقول لي سيادتك ويقول كل القرارات بقوانين يبقى عرض ويتناقش يقول هل ترون الموافقة على هذه القرارات بقوانين كجملة كجملة خلال المدة حتى لا يحدث فراغ في الدولة دي عرض هو وقال المناقشة دي موافقة أنا أتوقع بتشكيلة مجلس النواب اللي جاية حيوافقه موافقة على أن تكون الموافقة مشروطة بإيه؟ بوضع أجندة تشريعية للنظر في هذه القرارات بقوانين في نفس دور الإنعقاب يبقى حل المشكلة بنقطتين كسب بنقطتين خرج من الإشكالية الخمستاشر يوم وأنا بقول لي ستك ده معاد من وجهة نظري ملزم ملزم اتنين هيحدد كل القرارات بقوانين اللي لازم ننقاشها في دور الإنعقاب ووضع أجندة تشريعية لمناقشتها على أن تعرض من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال أسبوع يبقى يحدد الأولويات يبقى خرج من الإشكالية بتاعت خمستاشر يوم وافق ولكن هال معنى أنه وافق أنه لا يستطيع تعدلها أو إقرارها أو إلغاءها ليستطيع تعدلها أو إقرارها أو إلغاءها وبالتالي أنت كده نفست الخمستاشر يوم اللي منصوص عليهم كإشكالية كمدة ودي معاد ملزم لكن ما حاولش ألتف وقول ده معاد تنظيمي وغير ملزم يبقى ده معاد ملزم يبقى أنت احترمته ووضحت أجندة تشريعية فيها بقى بعض القرارات بقونيني أستاذ عمر في المناشة حتاخد نص دقيقة بالكتير لما يشدد العقوبة الخاصة بجرائم الأرهاب كبير النظافة النظافة وإلقاء مخلفات في الشارع ده قرر بقانون أنت تتوقع ده حياخد أكتر من 30 ثانية في المناشة طبع بمناسبة قانون الأرهاب دكتور يعني لبعض الخبراء القانونين قالك أنه لا يجوز أصلا للرئيس إصدار قانوني الخاص بالإرهاب لابد من يوجد مبلس أنه هو اللي يقر بعتبره نابعا عن الشعب أرد عليهم تفضل المادة 134 من الدستور قالت إيه تلتزم شوف كلمة يا صباح تلتزم مش تكفل تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله من خلال وضع قانون يحدد صور وأشكال الإرهاب وبما لا يخالف الحقوق والحريات العامة وتعويض الضحايا الأبرياء تمام لما قالت تلتزم الدولة وعندك إرهاب وعندك إخلال بالأمن القومي وعندك داعش وعندك سيناء وأصبح الإرهاب جريمة دولية وحضرتك شايف كل يوم شهداء من قوات المسلحة ومن الشرطة وحتى بعض المدنيين أنا أقف كرئيس جمهورية مكتوفي الأيدي وأعود أتفرج على البلد ومواجهش الإرهاب بقانون والدستور خولة للدولة التزام أنها تضع وتسن تشريع أو قانون إرهاب لغاية لما مجلس النواب يجي يتفاقم أثر الإرهاب وقاله ولا أستطيع السيطر عليه لا هنا حالة ضرورة تحتم وخاصة أن الدستور وضع تلتزم الدولة ومن الذي لديه السلطة التشريعية على سبيل الاستثناء رئيس الجمهورية وهل القرار بقانون الذي أصدره لا يمكن تعديله تعديله أو إقراره أو إلغاءه تعديل مواد فيه أو إلغاءه كله أو إقراره بعد مواد وعدم إقرار مواد أخرى ومطلوب تعديله إذن من يقول ذلك؟ هذا خطأ دلتزام على الدولة ودلتزام على الدولة ولعلم السيطر للناس يا دكتور لازم تفهموا أن الألفاظ في الدستور ألفاظ ملزمة حرف الوا يختلف كثيرا يعني كلمة و ممكن تغير معنى الجملة رأسا على عقد طيب اسمح لي بس يا دكتور بعد إذنك لزميلة شاب شعلاني نشوف معاه أبرز الجديد حول الصحافة أتفاضل يا شاب شكرا عمر أهلا بكم مشاهدين الكرام سؤال هذه الساعة كيف ترى صلاحيات البرلمان القادم كانت هناك ثلاثة خيارات هل هي صلاحيات مطلقة أم متوسطة أم ضعيفة هناك العديد من المشاركات وردت من مشاهدين الكرام أولى هذه المشاركات كانت من عبدالستار السنباو يقول الفرق كبير بين الصلاحيات والإمكانيات فمن سيقرأ الحقوق الدستورية ستتم استمالته بطرق شتى وغير ذلك لن يملك الإمكانات الثقافية التي تؤهله للتشريع والرقابة ومحاسبة الحكومة لأن الغالب الآن نواب يطالبون بخدمات ولا يعرفون ما هي المؤسسات لذلك فالصلاحيات بالفعل كبيرة دستوريا ولكن على مستوى الفرد النائب فغالبا ستكون الإمكانيات السياسية والقانونية أضعف مما نتخيل مشاركة أخرى من حامد الطواب يقول صلاحيات البرلمان القادم ستكون فيما حدده له الدستور وما يستجد من القوانين حسب ظروف الأحداث وأعتقد أن نواب البرلمان الجدد سوف يتسبقون لحل مشاكل البلد لإثبات ذاتهم وقدرتهم على حل مشاكل الشعب بعد أن أخذ الشعب فكرة سيئة عن نواب الشعب في العهد السابق بأن كلمة موافقة هي المسيطرة على المجلس ولا ننسى أن أعضاء البرلمان الجدد أمامهم قوانين كثيرة ويجب مناقشتها وسوف يكون للبرلمان القادم شأن كبير في استقرار الحياة في مصر إن شاء الله مشاركة أخرى من كواب إب البرهمي تقول الصلاحيات التي للبرلمان طبقا للقانون تقترب من المطلقة ولكن هل يتم تفعيل القانون واستغلال تلك الصلاحيات وقيام المجلس بدوره على أكمل وجهة لا أظن ذلك لأن أغلب النواب لا يعلمون القانون والترشح بناء على عوامل اجتماعية وخدمية وليست سياسية ولا قانونية لكن إن شاء الله سنمضي قدما نحو مستقبل نقترب فيه من فهم القوانين وتفعيلها على أرض الواقع إذن مشاهدين الكرام كانت هذه مجموعة من أرائكم وكانت النسبة حسب ما جاء في هذه الأراء من رأوا أن الصلاحيات مطلقة 23% أما من رأوا أن صلاحيات البرلمان متوسطة فهي 33% أما من وجدوا ورأوا أن صلاحيات البرلمان ضعيفة 44% مشاهدين الكرام نعود الآن إلى الزميل عمر عبد المجيد وحواره مع ضيفه الكريم إليك عمر بشكرك يا شاب على هذه الوقفة طبعا دي النسب اللي احنا شفناها والنسب طبعا بتعبر عن شريحة عشوائية من الاجتماع المصري أكيد الأسئلة بتتوالى دوما عشان نرى الجديد فيها ونرى مدى الفكر الأي يتجه طيب أرجع لضيفي الكريم دكتور طارق خدر مشارفنا دكتور أهلا بيك دكتور لأسف الوقت قدامنا محدود جدا لو كلمنا عن ماذا يطلب من البرلمان القادم في أول أيامه لو حطناها في نقاط معدودة نقولي يا فندن فيها يطلب من البرلمان القادم في أول أيامه اختيار رئيس واثنين وقلة عشان يبقى شكل البيت صح رئيس واثنين وقلة يبقى البيت بتاع مجلس النواب تشكيله سليم طيب قبل ما نتجاوز نقطة الدكتور هل ممكن يكون الرئيس من المعينين من قبل رئيس الجمهورية؟ نعم يكون من المعينين والبعض أيضا من غير القانونيين كان أو قال كيف يكون من غير المعينين أقول لهم المرحوم الدكتور رفعة المحجوب كان من المعينين وكان رئيسا لمجلس الشعب منه سماه السابق بعد كده مجلس النواب حيشوف القرارات بقوانين اللي سيادتك يعني استفسرت مني عليها بعد كده في نفس دور الإنعقاد مجلس النواب مطالب بسن قانونين قانون العدالة الانتقالية وأطر التعويض الضحايا وسن قانون لترميم وبناء الكنائس وحماية الإخوة المسيحيين لممارسة شعائرهم الدينية مادة 235 والمادة 241 قالت في أول دور الإنعقاد يحط القانون ده والقانون ده مع القرارات بقوانين ويبدأ بأي رائب الحكومة وأنا أتوقع أن قانون الإدارة المحلية حيكون من أهم القوانين التي سيسنها مجلس النواب القادم لأن الكارثة الإدارية يا أستاذ عمر دي ليست كارثة بيئية الكارثة الإدارية التي حدثت في اسكندرية الحق يقال أنها كارثة إدارية لا طالق بمصر ومن لم يستطع إدارتها لابد من محاسبته لأنها أزمة ولم يستطع إدارتها إذن من اختاره يعني لم يكن اختيارا موفقا وقابل طبعا ده كله دكتور لازم يسنوا القانون الخاص بالليحة التنفيذية لمجلس النواب القادم اللي هو مش موجودة أصلا دلوقتي هو احتمال الليحة أطمن سيادتك أن قسم السيد رئيس وزير الدولة لشؤون مجلس النواب سيادة المستشار مجدي العجاتي قال أنه سيتم وضع اللائحة لأنه أستاذ عام بتصدر بقانون تبقى لنص الدستور وحيتم وضع نستثرت فيها إن شاء الله فأنا أشكرك شكرا جزيلا لحضورك الدكتور فارق خدر وستاد القانون الدستوري باكريمية الشرطة المحافظة ضمن الأسفق شرفتين يا دكتور أمس سلام بحضرتك شكرا أشكرك إذن مشاهد الكرام التغطيات ما زالت مستمرة على شاشة نيل الأخبار لحظة بلحظة انتظرونا بعد الفاصل من جديد إن شاء الله شكرا مصر تنتخب البرلمين ونحن مبصد لكم شير العملية الانتخابية على مدار اليوم بكل نزاهة وحيادية مع بداية الفكح لجانة الانتخابية